بالمناسبة من ضمن الحاجات اللي كانت مهمة ويمكن ما لحقناش نتكلم عليها النهاردة حول كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية رئيس اتكلم عن بالتأكيد القضية الفلسطينية وده طبيعي لأنه احنا دايما منقول يا جماعة دي قضيتنا المركزية و احنا كلنا عارفين انه هذه القضية بالنسبة لنا هي قضية فعلا مركزية و عارفين الدور اللي بصر لعبته تاريخيا وحتى هذه اللحظة لأجل الشعب الفلسطيني واعتقد انه كمان النهاردة بالمناسبة كانت بطلة المسلسل موجودة في حفل إفطار الأسرة المصرية سرين خاص كانت موجودة وقالت كلمة وشكرت الرئيس على وشكرت مصر على دعمها للقضية وشكرت الرئيس لأنه لم يسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولم يسمح بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتم عرض التتر بتاع المسلسل انا كمان بالنسبة لي انتوا عارفين انه هو ايه التتر النهاية بتاع المسلسل ده تتر حلو جدا اللي مغنيها أصالة اللي هو الترويدة فلسطينية ويمكن حضراتكم اكيد قريته عن الترويدة وقريته عن طريقة الغنى ويعني كل ده بالنسبة لي رائع جدا انا عجبني كمان الجرافيكس اللي معمول علشان خطر التتر بتاع النهاية تحديداً اللي مغنيها أصالة عجبني جداً انه التتر بتاع المسلسل اتعرض النهاردة في افطار الأسرة المصرية عجبني جداً انه تم دعوة بطلة المسلسل سريين خاصة عجبني جداً انه كان مسموح لها انها تقوم وتقول كلمتها وما إلى ذلك كل ده انعكس يعكس ولو جانب خد بالك بقى ولو جانب من الذهنية المصرية خد بالك في افطار الرئيس أو افطار الأسرة المصرية في رمضان في تعاملها مع القضية المركزية وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة عرض التتر دعوة بطلة المسلسل الحديث عن القضية كلمة بطلة المسلسل كل ده يوريلك انه لا داعي تحت اي ظرف من الظروف انه اي حد ينجر بحسن نية سيبك من سيئ النية بحسن نية للمزايدة على الموقف المصري سيئ النية نعقل بقى ما لا شغل اتحادات الطلبة ده يعني فوض ان احنا كبرنا وكبرنا من زمان كفاءة نغزل حد كده